السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ بعدما تطرقنا في الفيديو السابق لمفهوم الاشتقاق والعدد المشتق لدل في نقطة هنا بالنسبة لهذا الفيديو سنتمم بقية الدرس عبر فقارات أخرى إذا سنبدأ إن شاء الله بفقرة التأويل الهندسي للعدد المشتق ومعادلة المماس لمنحنى الدل بداية سنعرج على خاصية من هذه الفقرة إذا تقول الخاصية لتكون F دل عددية و E مجال مفتوح ضمن مجموعة تعريفها يعني F عندنا واحد دل عددية بحيث نختار واحد المجال E أو يكون عندنا واحد المجال E لهذا المجال يكون مفتوح ضمن مجموعة تعريفة يعني هذا المجال يوجد ضمن مجموعة تعريف الدل F إذا كانت الدل F قابلة للاشتقاق في النقطة A بحيث أتنتمي إلى هذا المجال اللي اخترنا سابقاً إذا كانت قابلة للاشتقاق في النقطة A فإن منحنى الدل F نقول يقبل مماساً في النقطة التي أفصولها A إذا ركزوا بقي جيداً إذا كانت الدل F قابلة للاشتقاق في النقطة A فإن منحنى الدل F يقبل مماساً في النقطة التي أفصولها A معادلة هذا المماس فهي تكتب على الشكل التالي Y يساوي F' يعني صورة العدد A يعني صورة العدد أبدال المشتقة F في X ناقص A زائد F زائد F يعني صورة A إذا وهذه تسمى معادلة المماس معادلة المماس الدل F في النقطة A إذا من خلال المثال سنتطرق للدل التي سبق تطرق لها في المثال الأول بالنسبة للفيديو الأول حينما كنا ندرس العدد المشتق لدل F وهي دائما نفس الدل يعني X في النقطة A يساوي 2 إذا كنا تطرقنا لها سابقا وقمنا بتحديد العدد المشتق للدل F في النقطة A فوجدنا في ذلك المثال يساوي 4 تتذكرون معي جيدا ذلك المثال بحيث وجدنا أن F بعد تطبيقنا للعلاقة للعلاقة التي يحدد بها العدد المشتق في نقطة وهي النهاية X عندما يقول إلى A F ل X ناقص F ل A على X ناقص A في هذه الحالة كان A يساوي 2 وجدناها في آخر المطاف تساوي 4 إذا الغرض منا هو ماذا من خلال هذا المثال هو تحديد معادلة المماس لمنحن الدل F معادلة المماس وقلنا نعرف من خلال الخاصية إذا أن المعادلة المماس فهي تكتب على شكل ماذا Y يساوي F'A X ناقص A زائد F إذا فمعادلة الدل F التي تكتب على شكل F ل X X يساوي X فهي تكتب على الشكل التالي في النقطة A طبعا تساوي 2 هي F' ل 2 لأن A دينا في هذه الحالات فهو يساوي 2 إذا F' ل 2 في X ناقص 2 زائد F ل 2 إذا نقوم بالتعويض ماذا نعود F ل 2 يعني نحسب الصورة ونعود أيضا F' ل 2 حسب نتيجة المثال الأول فهي تساوي ماذا تساوي 4 إذا سبقها وان وجدناها أنها تساوي 4 إذا Y نعود تساوي 4 في X ناقص 2 زائد 4 لأن F' في 4 هي الصورة العدد 2 فهي تساوي 2 إذا نقوم بعملية النشر فنحصل على ما يلي إذا ننشر 4 في X ناقص 4 في 2 لـ 8 زائد 4 إذا نقوم بعملية التبسيط تبسيط الحدود المتشابهة إذا عندي 4X وأنا ناقص 8 زائد 4 تساوي 4 وبالتالي معادلة المماس لمنحنة D في النقطة A يساوي 2 فهي تكتب على شكل Y يساوي 4X ناقص 4 بتطبيق مباشر للخاصية إذا سنرى حاليا تطبيق إذا حدد معادلة مماس لمنحنة D في النقطة A في الحالات التالية إذا الحالة الأولى ف لـ X يساوي 2X زائد 1 و A يساوي 1 الحالة الثانية ف لـ X يساوي X زائد X و A يساوي يساوي السفر إذا فهذا بالنسبة بالنسبة لهذا التطبيق إذا فهو التطبيق اللي سبق التطرق له سابقا في التطبيق الأول قمنا بتحديد العدد المشتقلي الدالتين معا سواء الدالة الأولى لدينا في المثال الأول أو عفوا في الحالة الأولى أو الدالة F لدينا في الحالة الثانية بحيث الدالة الأولى F يساوي 2X زائد 1 و A والدالة الثانية F يساوي X زائد X بحيث A يساوي الصفر إذا توقف وقف الفيديو واحد المدة معينة فحاول أنك بناء على النتائج النتائج للتطبيق الأول اللي كنا طبقنا وبالتطبيق الخاصية اللي بدينا بها حاليا هاد الفقرة هذي وحاول أنك توجد معادلة المماس في انتظار عنها مثلا من بعد وشوف تصحاح ديل التطبيق إذا بالنسبة لتصحاح ديل التطبيق إذا لدينا حسب نتيجة التطبيق الأول لدينا ماذا لدينا أف بريم لواحد يعني العدد المشق للدالة أف في النقطة واحد فهو يسمى أف بريم لواحد إذا وجدناه أنه يساوي يساوي إثنان ونعلم أن معادلة المماس فهي تكتب على شكل ما هذا قلنا يعني ستكتب على هذا الشكل يعني إغلاق يساوي أف بريم لواحد في seheكس ناقص واحد زائد اف لوحد ليس صورة العدد واحد بالدالة أف نواجد اثنان في واحد تساوي اثنان زائد 1 تساوي 3 إذن هذه تساوي 2 في X ناقص 1 زائد 3 نقوم بعملية نشر يعني 2X 2 في X ي 2X ناقص 2 في 1 يعني تساوي 2 زائد 3 ثم نقوم بعملية تبسيط من خلال جمع الحدود المتشابعة إذن عندنا الحدود المتشابعة أنه مناقص 2 زائد 3 فهي تساوي زائد 1 وبالتالي معادلة مماس منحنة دالة F في النقطة A تسوي 1 فهو 2X زائد 1 بالنسبة للحالة الثانية عندنا الدالة F لX تسوي X و 2 زائد X ولدينا حسب نتيجة التطبيق الأول يعني التطبيق الأول دائما وجدنا أن العدد المشتق للدالة F في النقطة الصفر فهو يساوي 1 إذا المعادلة دائما نفسي غالي شفنا بالنسبة للخاصية وأضي لفض الحالة فهو يساوي لها الصفر إذا وبالتالي فإن المعادلات المماس لدالة F في النقطة A تسوي الصفر فهي تكتب على الشكل التالي Y يساوي F' لصفر في X ناقص صفر زائد F لصفر إذا نحسب الصورة ديال الدالة يعني الصورة عفوا ديال العدد الصفر بالدالة F إذا نرجعنا للدالة F لعدنا في الحالة الثانية إذا سفر أس 2 تساوي صفر صفر زائد صفر فهي تساوي صفر نعوض فيما بعد إذا Y يساوي ماذا F' لصفر يعني حسب نتيجة تطبيق الأول فهي تساوي 1 في X ناقص صفر زائد صفر إذا نقوم بعمليات النشر سنجد ماذا سنجد 1 في X تساوي X والبقي 1 في صفر تساوي صفر وصفر زائد صفر تساوي صفر وبالتالي معادلة مماس منحنة دالة F في النقطة A تساوي صفر إذا هو Y يساوي X إذا حاليا نمر إلى دالة المشتقة محور آخر من محاور الدرس اللي هو الدالة المشتقة وسنبتدئ بتعريف إذا ما هي هذه الدالة المشتقة إذا لتكون F دالة عددية و E مجال مفتوح ضمن مجموعة تعريفها يعني عندنا F دالة عددية معينة و E مجال مفتوح يعني ضمن مجموعة تعريفها نقول إن الدالة F قابلة للاشتقاق على E يعني قابلة للاشتقاق على هذا المجال المفتوح لأنه يوجد ضمن مجموعة تعريفها إذا كانت قابلة للاشتقاق في كل نقطة من المجال E يعني تكون قابلة للشقاق في جميع النقاط في جميع النقاط اللي كتنتمي لي لذلك المجال إذن الدالة العددية التي تربط كل عنصر X من E يعني كل عنصر كيكون عندي X من E بالعدد المشتق F' من X إذن تسمى الدالة المشتقلة الدالة F يعني كل دالة العددية تربط عنصر X من E يعني من هذا المجال المفتوح الذي يوجد ضمن مجموعة تعريفها فبالعدد المشتق فبريم دو إكس تسمى الدالة المشتقة للدالة أف ونرمز لها بأف بريم يعني أف بريم معرفة من إي نحو أغ بحيث لكل عنصر إكس فهو يرتبط بي يعني كل عنصر إكس من إي فهو يرتبط بالعدد المشتق فبريم دو إكس يعني ينتمي إلى مجموعة العدد الحقيقية ليها مجموعة مجموعة أغ إذن من هنا سنأتي إلي جدول المشتقة بعد الدواء الإعتيادية يعني عدنا بعد الدواء الإعتيدية وسنعرف كيف ينحض المشتقة ديلا وبين نحن نس algún cardهمة يعني شو تسوي لي المشتقة ديلا الدواء الإعتيدية من خلال هذا الجدول إذن من خلال هذا الجدول لدينا دالة الجدول ينقسم إذا أول دالة سنتطرق لها هي الدالة f لx تساوي k بحيث k هو عدد حقيقي يعني عدد حقيقي ما هي المشتقة ديال العدد الحقيقي أي عدد حقيقي المشتقة دياله فهي f بريم دو x تساوي صفر يعني مني كنقول عدد حقيقي فهو عدد غير مرتبط بx يعني عدد حقيقي فهو غير مرتبط بx أي عدد غير مرتبط بx فإن الدالة المشتقة دياله فهي دائما ما تساوي لها الصفر الدالة الثانية هي f لx تساوي x f لx تساوي x إذن المشتقة ديال x يعني هذه المشتقة ديال x فهي تساوي دائما واحد يعني f بريم دو x فهو يساوي واحد إذا كانت الدالة عندي هي f دو x تساوي x فإن مشتقتها f بريم دو x فهي تساوي واحد دلة الثالثة التي ستطرق لها هي ف يعني دلة ف دو ايكس تساوي ايكس يعني عندي دلة ايكس والمشتقة ديالها دائما تساوي دائما تساوي لي ا يعني كما كان دك امن من جموعة العدد الحقيقية من ار ally كانت عندي ايكس فائن المشتقة ديالها فى اي خانت عندي دلة تكتب علاله الشكل اهيكس يساوي اي اي خزائد بها ف أن مشتقة تساوي ا لماذا anonymous و挑ند ن 지금 شعب السؤال السابق المشتقة او عفوه الحسب ح outros היنا حسب الميثال السابق لهنا ليشنفد الجدول dissoين tenido اي اكس كل ما تساوي اي خزامهان ايه . و B هو عدد حقيقي غير مرتبط ب X و قد قلنا سابقا أن K يعني فهو B أو K فهي يجمعها عدد حقيقية مشتقة هي الصفر وبالتالي مشتقة A X زائد B فهي تساوي A إذن المثال الآخر لدينا فهو دالة F ل X يساوي X و 62 يعني هذه الدالة التي هي هذه الأخرى X و 62 مشتقة دالة X و 62 فهي F' تساوي 2X يعني مشتقة الدالة X و 62 فهي تساوي 2X من هنا سنعمم كيفما كانت الدالة يعني X plus N يعني X plus N مشتقة الدالة X plus N هي ماذا؟ هي N X plus N ناقص 1 يعني N X plus N ناقص 1 إذن كنلاحظ أننا شنو كنقومو كنضربو الأس يعني كان هبطوب الأس والأس السابق القديم اللي كيكون عندي هنا كان نقص منه كان نقص منه واحد كم ما درنا فهذا المئة فهذا الدالة السابقة ليه X plus N ماذا قمنا؟ هوابطنا الأس هنا 2 هوابط وننقصنا منها واحد يعني 2-1 تساوي واحد و X plus 1 رأي X يعني كتعميم بصفة عامة فإن المشتقة الدالة X plus N كيفما كانت N من N كيفما كانت N من N نجمع فون يعني كيفما كانت N نجمع فهو هذه الخاصيات أو لا سنطبقها على بعض الدوال من خلال هذا التطبيق إن شاء الله إذن عندنا تطبيق أحسب الدوال المشتقة للدوال المعرفة بما يلي عندنا هنا أربع دوال هنا عندنا أربع دوال دلة الأولى هي أثلي X يساوي يساوي أربعة X كما كتلاحظونا يعني أثلي X فهي تساوي أربعة X كما كتلاحظونا الدلة الثانية جيلي X تساوي ناقص خمسة X زائد سبعة الدلة الثالثة هي أشلي X تساوي X أس ثلاثة والدلة الرابعة فهي قالي X تساوي تسعة X أس ستة لاحظوا معي جيدا أن الدلة أثلي X فهي تكتب على شكل AX ونحن مطلوب منا ماذا مطلوب منا تحديد مشتقتها فهي تكتب على شكل AX إذا رجعنا للسؤال السابق نرجعوه عفوا للجدول نرجعو للجدول ونشوفوا المشتقة دي الأX ماذا تساوي لاحظ أيضا أن الجي X فهي تكتب على شكل AX زائد B وقد سبق التطرق لها في الجدول أيضا الدلة الثالثة هي أشلي X فهي تكتب على شكل X أس N يعني هنا بحيث N كيساوي لها ثلاثة وأيضا هي سبق التطرق لمشتقتها في الجدول والدلة الأخيرة هي كالي إكس إذا كالي إكس تساوي 9X أس ستة 9X أس ستة وأيضا سبق التطرق لها في الجدول فهي تكتب على شكل AX أس N هنا عندنا AX أس N إذا سنشوفوا بالنسبة لهذه الطبيق إذا حاولوا ما أمكن حاول تحبس الفيديو واحد للمدة قصيرة وحاول ما أمكن بناءا على الشروحات اللي قدمنانا حاول أنك تدير واحد لمحاولة واحد لمجهود شخصي قبل ما تطالع على الحل إذا بالنسبة للحل كاللاحظ أننا نحن مطلوب من الاشتقاق ديال F يعني F' دو إكس فهي تساوي هي المشتقة ديال F دو إكس كاملة له هي أربعة إكس يعني هي المشتقة ديال أربعة في إكس بريم يعني أربعة في إكس في إكس بريم لأن أربعة عادة تابت قمنا بإخراجه من هنا بالنسبة لنا أو لن تبقوا مباشرة الخاصية ديال AX إذا المشتقة ديال إكس هي ماذا حسب الجدول المشتقة ديال إكس هي واحد إذا يبقى لي أربعة في واحد تساوي أربعة من هنا جتنا ذيك AX المشتقة ديال AX كنا تساوي A إذا AX عندي فهادة الحالة فإن A ديالي كيمتليها هو أربعة إذا أربعة إكس مشتقة أربعة إكس تساوي أربعة بحيث نحن ندر نخرج فقط أربعة وشتقينا إكس والمشتقة ديال إكس حسب الجدول فهي تساوي واحد إذا هنا عندي جداء عادتين يعني أربعة في واحد تساوي أربعة 24 بنفس الطريقة إيضا أن نحاول ننشق ix جلي إيكس إلى جلي إيكس لقدناها تساوي 5 ، زائد 7 إذا المستقطة أيضا تسمىlandsدي 진ور جلي إيكس إذا هي تساوي م دافع الحالة ، فهي تساوي ناقص 5 ، زائد 7 ، الكل بريم إذا ما هي مشقق ناقص 5 ، إكس فهي تكتب على شكلê لامرش seqؤش أعطاره مع أيت جgeois Paw Quad�� وذلك ثم أعتばست عمل기에تكيد فالوطوبان 반�دخل ، البداية إقو Напрز burda هو عدد ثابت غير متعلق بx يعني عدد حقيقي قلنا جميع العدد الحقيقية فإن مشتقتها هي الصفر إذن تسوي ماذا ناقص خمسة في اكس بريم زائد صفر إذن اكس بريم مشتقة دين اكس تسوي واحد إذن ناقص خمسة في واحد زائد صفر إذن غيب قليا هو ناقص خمسة في واحد تسوي ناقص خمسة إذن نمر إلى مشتقة العدد الثالث لي هو اش لي اكس مشتقة عفون دلة الثالثة المشتقتها المشتقتها اش لي اكس يعني مشتقة اش بريم دو اكس نحسبو المشتقة دين دلة اش دو اكس اللي كتسوي لي اكس وس ثلاثة ايضا بتطبيق طبيعة الحال دائما الخاصية ليش او عفون ليش ناقص خمسة اش دول ايضا اش بريم دو اكس يال مشتقة دين اكس وس ثلاثة بريم اذا شنوشنا في الخاصية بالنسبة لك الاكس وس آين بصفة عامة قلنا كان هبطو ذاك الأوس لعندنا وكان نقصو وكان نقصو وكان هبطو هناك نضربوه في الدالة وكان نقصو من الأوس واحد يعني هذا الأمر اللي قمنا به هو ماذا هي ثلاثة اذا اول أس ثبطناه ثلاثة في اكس وس ثلاثة ناقص واحد اذا فهي تسوي ثلاثة في نحسبو ثلاثة ناقص واحد تسوي اثنان إذا هي ثلاثة في اكس وس ثلاثة واحدة وبالتالي مشتقة الدالة اش دو اكس فهي أش بريم دو اكس تسوي ثلاثة اكس وس ثلاثة اثنان واخيرا نشوفو المشتقة ديل الدالة كايكس ليك تسوي لي تسعة اكس وسثة إذا كبريم دو إكس إذا كبريم دو إكس تسوي ماذا؟ هي مشتقة 9x06 بريم إذا نسينا حد البريم هنا مشتقة 9x06 بريم إذا نخرجوا 9 على بره بما أنها تكتب على شكل AX إذا غير بقال يدك أو نشتقوا فقط ذك x06 لعندي يعني بتطبيق الشقاق دي القوة اللي هو x10 إذا 9 في x06 الكل يعني x06 بريم إذا نطبقوا كماش فينا بالنسبة للأش لإكس أن نطبقوا أيضا أنا بتطبيق هذا كل أس إذا هي 9 في 6 إكس أس الأس مقسم منه 6 قسم منه 1 6 ناقص 1 إذا 9 في 6 تساوي 54 إكس أس 5 وبالتالي فكننا قمنا بالشقاق جميع الدول المعطات لنا في هذا التمثيل